السلام عليكم إخواني في فيديو جديد وشرح جديد كما رأيتم في العنوان سأريكم وسأشارك معكم هذا التطبيق الرائع والرهيب جدا الذي يستحق ألف النجمة الذي يمكننا من استرجاع الملفات المحدوفة أو الفيديوهات المحدوفة بشكل اختياري أو عن طريق الخطأ كما قلت لكم تطبيق مجرب يقوم باسترجاع الملفات والفيديوهات لاحظوا معي هنا قمت باسترجاع جميع الملفات المحدوفة من هاتفي الاندروويد هذا تطبيق جميل جدا فيه قليل من الإعلانات عكس التطبيق الأخرى التي تتوفر على العديد من الإعلانات للتعرف معي على هذا التطبيق قيفية استرجاع جميع ملفاتكم وجميع فيديوهاتكم تابعوا الفيديو إلى الآخير كما قلت لكم في مقدمة الفيديو سأريكم وسأشارك معكم في تطبيق رهيب جدا يستحق ألف نجمة في استرجاع الملفات والفيديوهات الممسوحة أو المحدوفة عن طريق الخطأ التطبيق اسمه فيديو ريكوفري وهو الاختيار الثالث لأن الاختيارات الأولى فيها إعلانات كثيرة جدا تحجب جميع خصائص تطبيق يعني التطبيق التي قمت بتجربتي وأريد مشاركته معكم لأنني قمت بتجربتي وقام فعلا بإعادة فيديوهات وملفات ممسوحة هو التطبيق الثالث فيديو ريكوفري قام بتحميل خمسة مليون شخص خفيف على الهاتف في 1.8 ميجا أوكتل سأقوم بتحميله هذا الشكل سأنتظر سأقوم بفتح التطبيق تطبيق أو لوجو تطبيق بيتا وتغيزي السماح للتطبيق بالدخول إلى الهاتف بهذا الشكل اضغط على السماح هذا هو التطبيق أو واجهة التطبيق من الداخل أو من داخل تطبيق خصائصه وسأقوم بالضغط على العوارض الثلاث في الأعلى على اليسار سأقوم بالضغط عليها هكذا ستنبتق معي هذه الخيارات وسأضغط على الاختيار الثاني وهو إعادة الفيديوهات بعد ذلك سأختار الاختيار الأول وهو إرسال أو السماح للتطبيق بإرسال خوارزميته في الهاتف لكي يقوم بإعادة الفيديوهات الممسوحة والمحتوفة إلى الحياة أو إلى العمل من جديد أقوم بالسماح بعد ذلك البدء للتحميل أو للبحث سأقوم بالانتظار حتى يقوم بإتمام تحميل أو بحثه هذا الشكل سأقوم بحجب هذا هذه الصورة قوم بالضغط على يعني بالضغط على نعم مشاهدة الفيديوهات التي تم استرجاعها وهذه جامعة الملفات التي تم استرجاعها لكن ستجدون كل الفيديوهات في الاختيار الثاني or recovered video لا أقول لكم أنه سيقوم باسترجاع لكم كل الفيديوهات لكن 80 من الفيديوهات التي تم حذفها سيقوم باسترجاعها لاحظوا معي إخواني لقد قام باسترجاع 137 ميجا أوكتيل من الفيديوهات التي تم حذفها هذه الفيديوهات التي تم حذفها وله الفضل كما قلت لكم في استرجاع لعدة فيديوهات قمت بحذفها عن طريق الخطأ أدعوكم لتحميل هذا التطبيق لأنه تطبيق سهل في الاستعمال بدون روت يقوم فعلا بإعادة الفيديوهات ولتحميل هذا التطبيق ستجدون رابط تحميله أسفل الفيديو في صندوق الوصف وإلى هنا قد شاركت معكم كيفية استرجاع ملفاتكم وفيديوهاتكم المحدوفة وإلى فيديو جديد إن شاء الله